لعب كارية كرمين شماس بطول الحظ هيجي لوراهم أربع أبراج هيجدوا حب عمرهم الفترة اللي جاية وكمان الحزوز المالية كرمين شماس قالت أن خلال شهر أكتوبر اللي جاية إن شاء الله في أبراج هتشهد علاقات عاطفية رسمية بعد طول فترة جفاف عاطفي يعني بيقول عليها في الأوساط الشبابية بأن القلب اشتكى من قلة الهاشتكى فمن هذه الأبراج أول حاجة برج الميزان هيساهم تواجد الشمس وعطارت في برج الميزان في تعزيز التواصل والوضوح في العلاقات وده بيساعدهم في العصور على شرك الحياة المستانية خلال هذا الشهر كمان البرج الثاني برج الجوزاء برج الجوزاء هيساهم تواجد المشترة في برج الجوزاء في جلب فرص كبيرة في الحب والزواج لذا ينصح موالي هذا البرج بالاستعداد لفرص عاطفية جديدة خلال أكتوبر كمان معنا التور التور يجلب أورانوس المتراجع في برج التور تغيرات مفاجأة في حياتهم العاطفية ممكن يجد أنفسهم في علاقة جديدة قد تؤدي إلى الزواج أو استقرار عاطفي غير متوقع كمان الحوت الحوت مع تواجد نبت وزوحة للمتراجعين في برج الحوت هيمنح هذا الوقت فرصة لموليد برج الحوت لإعادة تقييم العلاقات العاطفية السابقة والبحث عن علاقات جديدة تتسم بالاستقرار والتوازن وده بيستعدهم في العثور عشيك يعزز استقرارهم العاطفي ويقودهم إلى الزواج ترجمة نانسي قنقر